كثير من المدن المطلة على شواطئ البحر المتوسط تبتدت بالفعل أنها تعمل إجراءات احترازية على شواطئها وده كان بسبب أن المنطقة بالفعل على أعتاب سونامي وأن اللي بيحصل هو أحد مظاهر التغيرات المناخية الدائمة خلانا نعرف حقيقة اللي حصل هل هناك سونامي حيحدث على شواطئ المتوسط وما حدث على الشواطئ الأسبانية هل ليه علاقة باللي حيحصل في شواطئ جنوب المتوسط وظهرت الاقتران الشمسي ووجود كواكب جنب بعضها هل ستؤثر على مياه المتوسط كلام كتير جدا أثير خلانا نعرف حياتكم من دكتور عمر حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات وأيضا نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية لنظام الإنذار المبكر بأمواك سونامي في شمال شرق المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط أنا محركة فاند أنا محركة فاند يعني التايتلات بتاعت حضرتك كلها في صلب الموضوع تمام سأل يعني إحنا بنتكلم عن نظام الإنذار المبكر وعن تنامي وواضح أن في معرفة كاملة بالقصة ما حقيقة ما يحدث هل إحنا عرفنا أن في أمواكة عالية شوية على شاطئ الأسباني على شاطئ أسبانيا هل ده ممكن يؤثر بشكل ما أو بأخر على المتوسط في الشاطئ المصرية تمام ساعدتك هو يشرفني أن أنا أوضح لساعدتك والأستاذ المشاهدين نقطة أساسية السنامي بيحصل إزاي السنامي بيحصل نتيجة تلت حاجات بس ملوش دعوة بتغيرات المناخ ولا أي ظروف جوية دي علاقة بالسنامي السنامي يحصل نتيجة يأما زلزال تمام يأما بركان يأما سقوط نيزج أو حاجة من الفضاء في المية يبقى لازم يكون الزلزال ده في المية ومش على الأرض ليه؟ عشان أي اهتزاز لقاع البحر يؤدي الاهتزاز لعمود المية فوقه ولازم يكون حجم المية عشان يحصل سنامي ارتفاع عمق المية وارتفاعها من منصوب القاعب بتاع البحر حوالي ألفين متر فيما أزياد من ذلك تمام يعني منتكلم على حجم مية ارتفاعه 3 كيلو لازم يتحرك نتيجة هزة أرضية تمام عشان يحصل الهزة الأرضية دي لازم احنا عايزين قوة حوالي 7 ريختر إذن بنتكلم عن موضوع ان يحصل الزلزال 7 ريختر في الميترينيون ده شبه حاليا ضعيف جدا ويعني البروبوليتي بتاعته لا تتعدى الواحد في الميت في كمة الضعف السنين الجاية دي السنوات الجاية لكن فيه السنامي حصل في الميترينيون حصل في الميترينيون وحصل في التاريخ حصل أبل كده كان 1800 تعريباً حاجة كان اسكندرية بالنسبة لسكندرية حصل السنامي حصل في تركيا 1998 في الزلزال عندهم بسيطة لكن اللي أنا بالنسبة أنا بتكلم على اسكندرية البروبوليتي بتاعت اسكندرية بروسكندرية شبه منعدمة في السنين اللي جاية دي القريبة احنا تميح حصل احنا يمنا كل شواطئ المتوسط يعني فداء من الرفح والعريش لغاية السنوات ما هو أنا بتكلم على الشواطئ اللي هو السحل المصري كله ايه فشواطئ السحل المصري كله لم تتعرض للسنامي قوي غير في التاريخ غير مرتين سنة 365 وسنة 1303 دول لما حصل عشان يحصل السنامي على الشواطئ المصرية كانت الزلزال بساعتها قوتها 8 ريختر الاتنين لازم يحصل زلزال عند منطقة كريت بقوة 8 ريختر طيب الاحتمالية دي حدوثها دي ضعيفة جدا عندنا الزلزال اللي بتحصل يعني مثلا احنا عندنا زلزال يومية ثلاثة احنا بنحسش بيها هزات ضعيفة جدا دي كل يوم موجودة في الهزات دي موجودة لكن الانسان ما لا يحس بيها الحركات البسيطة دي خالص ما فيش احساس بيها خالص فإذا عايزين نوضح نقطة مهمة جدا ونطمن الناس ان حدوث الزلازل البروبوليتي بتاعتها تعتبر شبه منعذبة تجاه السواحل المصري في خلال السنوات القريبة دي لان البروبوليتي بتاعتها بتحصل كل راوند تسعمائة سنة فلو جينا قلنا البروبوليتي بتاعتها من 1300 وتسعمائة وتسعمائة سنة يعني هم نتكلم ما بعد الـ 2100 فإذا البروبوليتي قرب حدوث هذه التجمعات وهذه السيكل بتحصل مرة تانية ما بعد الـ 2000 لكن فيه بربوبوليتي البروبوليتي دي احتماليات لكن احتمالياتها في السنين القريبة دي تعتبر في قمة الضعف دي اللي أنا عايز أوضحه النقطة دي بالنسبة للأمواج اللي موجودة الأمواج الموجودة دي فوركاستنج يعني نوات النوات اللي ممكن بتحصل في الشواطئ دي نوات طبيعية بتحصل طولي على مدر السنة مدهاش دعوة بالتنامي خالص لكن بنجي منكلم بقى على حركات البراكين اللي موجودة زي سقالية أو مثلا اسبانيا والحاجات دي كلها اللي هما ترابط بهم النقطة دي دي أنشطة بركانية ما حصلش منها انهيارات انهيارات تهز عمود الميا اللي موجود فيها ولكن دي أنشطة بركانية بيطلع منها كل الضرر بتاعها الغازات السماء اللي بتطلع مفوات البراكين اللي هي ممكن تؤثر على المناطق القريبة منها زي منطقة زي تونس والمناطق دي لكن دي ما بتوصلش عندنا لأنه بيحصل عملية ديستيربنجس لها على طول الوضع فإحنا النقطة دي أنا عايزة أطمن الناس بالنسبة للسونامي إحنا البروباليتي في غاية الضعفة إحنا مش اندونيسيا ولا اليابان معدلات عالية جداً واحتماليات عندهم عالية جداً إحنا عشان تجميع الطاقة عشان إحنا يحصل عندنا في المنطقة البحر المتوسط أو كريت زلزال قوي يتعدى السبع أو الثمانية دوت يعني دي محتاجة تجميع لطاقة عالية جداً البروباليتي بتاعتها تعتبر شبه من عدمها في السنوات القادمة طيب إحنا ربنا يبعد ما عندناش السونامي لكن هي موجودة في أماكن مختلفة في العالم علاقتها بالزلازل اللي بنشوفها بتحصل في الضوء الأخرى هل في علاقة بينهم مباشرة ولا إحنا بنلاقي بقى الكوارث بتحصل على بعض فبقاش عارفين نربط ما بينهم حضرتك القصة كلها أن بقى فيه ميديا وبقى فيه ترابط ما بين يعني عشان نوضح نقطة برضو حكاية اللي حصل في منطقة بورسعيد أو النقطة دي بنربط الأحداث ببعضها وبيبقى فيه ميديا وده بيدي احتمالية وده بيدي احتمالية فبتلاقي الدنيا فيه كونفيوز منها يعني نيجي نتكلم احنا عندنا مد وجزر يومي على تقولي صحيح المصرية صح؟ طب وعندنا مد وجزري في الشهر القمري صحيح تمام؟ لو حصل جزر في البحر عنا عندنا الجزري اليومي بيحصل من بعد ستة صبح كمة التراجع للمية بيبقى الساعة 12 الضهر يعني الناس يكون المصيفين على الشط فالمية بتبدأ ترجع من الساعة 10 كمة الرجوع للمية اليومي الساعة 12 الضهر تمام؟ كيف تردت وتطلع ترجع وتلاقي المية رجعت شوية وراء الساعة 12 الضهر ده كمة الرجوع للمية اليوم لما يجي بقى في الشهر القمري وكمة الرجوع معها الشهر القمري احنا منتكلم رجوع هنا دوقتي حوالي 15 سنتي اليوم تمام؟ فما نلاحظهاش قوي الغير المية بترجع شوية صغيرين اللي هم الناس رأى الشط بعد كده عندنا الجزر القمري في الربع الأول بيحصل 30 سنتي كمان طب لما يكون الشط شبهه أفقي الميل بتاعه حوالي 20 سنتي والاثنين جون في وقت واحد هنلاقي البحر في المناطق الأفقية للشط أفقي المية هترجع مساحة كبيرة جدا فهنا يباني الجزر عالي جدا فالناس تتخيل ان هذا الجزر related تنامي أو هي هزر ما فيش كلام ذلك يعني حركة عايز تقول ان ما حدث في بورسعيد من علاقة بعض الشواطئ وان ما حدث من رفع الريات الحمرة وتحذرات النزول له علاقة بالمد والجزر وليس له أي علاقة بالموجات لو حضرتك تتذكر ده احنا كان بقى في عندنا كيس لو حضرتك تتذكر الهيستوري في يناير بعد زلزال تركيا ده حصر على طول سواحل البحر المتوسط تراجع كنا احنا في الوقت ده الجزر اليومي مع الجزر القمري مع ضغط الأتموسفير عالي جدا على البحر المتوسط قد أن خفاض منصوب الماء وده مش على سواحل البحر المتوسط بس على كل سواحل الدول اللي موجودة على البحر المتوسط مش عندنا بس اللي كان فيه ضغط جوي مؤثر كمان على رجوع الماء فده حصر على طول السواحل المصرية في شهر يناير والناس ربطت الموضوع ده بزلزال تركية وده ما كانش دي دعوة بالزلزل خالصة طيب دكتور لما نجي نتكلم عن حدر كلسا بتتكلم عن أن فيه موجة انحسارات بتحصل على بعض الشواطئ ظهور لبعض الشعب بتحصل على بعض الشواطئ سواء داخليا أو خارجيا كمان نقدر نقول أن كل ما بيحصل اكستريم في التغيرات المناخية أو بنلاقي نوع من أنواع الاختلاف الكبير عن اللي بيحصل ده بيؤثر وبشدة ولا دي كلها ظاهر طبيعية معتادة وما فيش أي حاجة فيها مختلف المد والجزر اللي هو كل شهر بيحصل زي ما قالت ساعتك اللي هي في المناطق اللي هي دي هتحصل كل شهر المد والجزر ده بيحصل كل شهر مع الشهر القمري في الربع الأولين وده بيحصل على طول لكن النقطة التانية التغيرات المناخية بتأثر ازاي في معدل منسوب المية وجود المية نتيجة ان زوابان الجليد زي ما حضرتكوا عارفين وارتفاع المنسوب فبيؤدي ايه ارتفاع المنسوب بتاع سطح المية ده عمتا عن المستوى القديم فهو ده النقطة الضعف اللي بتأثر مثلا على منطقة الدلتا والني دي احنا المشروعات اللي بتتم لحماية منطقة الدلتا والمنطقة الساحل والبريكوطر والمناطق الجزر بتعمل الكابريكوطر كل ده للحد من تأكل لمنطقة الدلتا والمية للساحل بتاعتنا صحيح فالدولة النهاردة بتعمل الكلام دوت لان احنا النهاردة روجينا بصينا في مساحات كبيرة تم تأكلها من الساحل المصري فلازم احنا بنحافظ عليها لان ده يعني ارتفاع منسوب المية مش بيأثر على تأكل الشط بس ده بيأثر على المناطق الزراعية اللي موجودة في منطقة الدلتا ايه فانحنا لما ارتفع منسوب المية يعني بمعنى كده ان المية الجوفية هتتأثر بتاعت الزراعة بالمياه والبحر فمعنى كده ان التربة هتبدأ تملح له فانحنا معنى كده هنقصر مساحة الزراعية على منطقة المنطقة المنازمة لخط السحل فدي نقطة كلها دي مرتبطة ببعض فلازم احنا نفصل ما بين نقطتين مهمينين ما بين تغيرات المناخ وما بين المد والجزر اللي بيحصل كل شهر تمام وما بين السنامي فالتلاتة كل واحدة فيهم منفصلة تماما على التاني يعني تغيرات المناخ بتؤدي الى ارتفاع منسوب البحر ويؤدي الى عملية التداخل المد والجزر ده بيحصل كل شهر وده هيحصل كل شهر ويظهر امتى في المناطق الشواطئ اللي شبهة افقية ما فيهاش ميول فالأرض اللي ما يكون الميل بتاعها يدوبك 10 سنتي فيظهر فيها المد والجزر كل شهر بس احنا بقى نركز امتى لما نسمع ان فيه زلزال فالناس تبدأ تركز والميديا تشتغل فدي النقطة لا ده احنا كل شهر بيحصل الكلام احنا مش هانا مع الميديا احنا ممكن دقتي عن السوشيال ميديا السوشيال ميديا انا اتفى عناصدي السوشيال ميديا اللي ربطت ما بين العصفة الشمسية والتواهج الشمسي اللي ضرب انظمات للتصوات فانا عادينا نفسك هو ما بين الرعد والبرق اللي ضرب ابو سنبل ايو وما بين ان فيه تصونامي في المطاق يعني مسلس قالت على اساسه هل في ربط اصلا علمي ما بين التلات حاجات لا التصونامي ملوش دعوة بالتواهج الشمسي ولا ليه دعوة بالفوركاستنج ولا ليه دعوة بالتواهج الشمسي ولا التواهج ولا ليه دعوة بالبرق والرعد والكلام ايو بالزبط ده مناخ ظروف جوية لكن احنا بنتكلم على زلزال على حرفات عنضية ايه هو السونامي مين هيحرك حجم مية صحيح ارتفاعها 3000 متر حقيقي او 2000 متر الا اذا كان زلزال او بركان بالزبط الموجات لما تيجي النوة بتعمل ايه بتحرك وش المية بس ففيعمل الموجة توران الوش المية لكن مش بتحرك الفوليوم بتاع المية كله بتحرك سطح المية فعشان كده لما بيجي في الصيف يقول فيه نوة تلاقي الموج عالي هي بتحرك وش المية الريح بتحرك وش المية فبيحصل الويف او الموجات اللي هي عالشاط لما يقول لحضرتك النهاردة الجو مش كويس او البحر مش كويس يعني كده ان فيه موجات نتيجة الريح فبتحرك البحر بيبقى الموجات بتاعته موجودة دي النوة تمام حضرتك لكن السونامي بيحرك فوليوم 3000 متر مدمر صحيح يعني شوفت حجم مية بتتحرك 3000 متر باتجاه الشاطئ ربنا يبعد ويسلم ان شاء الله عننا تماما وعن كل الناس كل شكرا لك الدكتور عمر حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية العلوم المحيطات نورتنا وشكرا شكرا حضرتك